نجوم العلوم تنبيه اعتزازنا بعلمائنا وحضاراتنا لا يعني احتقار غيرنا والتقليل من شأنهم العلم يبنيه الجميع من أهل الفضل والدين والعلم اشهر جراحي العرب ألغى طرقه طرق جالينوس وحافظت على مركز متميز في أوروبا لخمسمائة عام هو رئيس كل الجراحين هذه المقولات لعلماء عرب عجم تحدث فيها عن شخص قبل 1117 سنة من الآن ولد نجمنا أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي في مدينة الزهراء في لندلس سنة 325 للهجرة درس وتعلم ومارس الطب في قرطبة وبرع وبرز وتجلى تميزه في تقديم العديد من الاكتشافات والاختراعات التي ساعدت أبناء هذه المهنة على مساعدة ومعالجة ووقاية الناس من الأمراض والأسقام تذكرون غرفة العمليات التي تحدثنا عنها في الحلقة الماضية وذلك الخيط الجراحي؟ نعم خبره عند الدكتور زهراوي هو من ابتكر ذلك ليس هذا وحسب بل اخترع أولى أدوات الجراحة كالمشرط والمقص الجراحي ووضع الأسس والقوانين للجراحة والتي من أهمها ربط الأوعية لمنع نزيفها وهو الواضع الأول لعلم المناظر الجراحية وذلك باختراعه واستخدامه للمحاق والمبازل الجراحية يعني خذ عندك توصل إلى طريقة ناجحة لإيقاف النزيف وذلك عن طريق ربط الشرايين الكبيرة وهو أول من قام بهذه العملية ويكون بذلك قد سبق العالم باري بحوالي ستمائة عام ابتكر عملية القسطرة ووصفها كما أنه ابتكر الأدوات الخاصة بها اخترع آلة دقيقة جدا تهدف إلى علاج انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديثي الولادة الأمر الذي ساهم في تسهيل مرور البول اخترع آلة خاصة تهدف إلى استخراج الجانين الميت كما أنه أول طبيب يستخدم آلات خاصة تهدف إلى توسيع عنق الرحم ما شاء الله تبارك الله حقيقة أعجز أن أعدد كل ما قام به هذا العالم الجليل في هذا اليوم وبمناسبة كتب العديد من الكتب ومن أهمها كتابه التصريف لمن عاجز عن التأليف هذا الكتاب ظل عمدة في فن الجراحة في أوروبا بعد أن ترجم حتى القرن السادس عشر يعني تخيلوا خمسة قرون من زمانه طبيب أردني ألف كتابا أسماه أبو القاسم الزهراوي عميد الجراحين دراسة علمية معاصرة لماذا ألف هذا الكتاب؟ هذا الطبيب تتبع المصادر التي تحكي عن أبو القاسم الزهراوي الطبيب العربي المسلم وسافر من بلده إلى إسبانيا واكتشف هناك أنهم وضعوا لأبو القاسم الزهراوي متحفا خاصا بأدواته الجراحية التي ابتكرها واخترعها واستخدمها بل وأطلق اسمه على أحد الشوارع هناك توفي أبو القاسم الزهراوي سنة 403 من الهجرة عليه رحمة الله وقد بارك الله في علمه ونفع به العالم أجمع طيب هكذا انتهت فقرتنا مستمعين الكرام الآن نستأذنكم ولا أدري سمعتم عن الخوارزميات؟ نعم رياضيات ومعادلات العالم الذي في الحلقة القادمة طيب بمشيات الله تحياتي نجوم العلوم خالد المصر تحياتي نجوم العلوم تحياتي نجوم العلوم